السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى بعد أن قدمنا الـ Greetings التحيات وبعد أن قدمنا How to introduce your name الآن وصلنا إلى How to introduce your age كيف تقدم سنك وكما أسلفت سابقا أو كما تكلمت سابقا قلت أننا سنجمع هذه المراحل كلها كلها في فقرة واحدة في فقرة واحدة متناسقة أقدم فيها نفسي الـ Greetings التحية والإسم والـ Age والفامل والـ Experiences والـ Occupation والـ Qualifications وغيرها وصلنا إلى الـ Age كيف تقدم سنك وعمرك أمرك So introduce your age the question the question is how old are you أولا قبل ألفا الآن أستجمع الأفكار إذن قبل أن تبدأ بطرح هذا السؤال How old are you هذا هو السؤال الذي تسأله عندما تريد أن تعرف السن الآخر How old are you يأتي داخل الـ Conversation بعد أن نكون قد تحدثنا وأسلفنا أو تكلمنا عن كثير من الأشياء وبدأت الأمور تبدو شخصية نوعا ما هناك سأسأل السؤال وأسأله بطريقة ذكية وبطريقة غير مباشرة حسنًا حسنًا So the question How old are you كما قلت يجب أن يكون بطريقة غير مباشرة وليس بطريقة مباشرة So the question نحن سنمر على ثلاثة أنواع من الأسئلة السؤال الأسئلة التي تكون في الحاضر ستكون في الـ Present والأسئلة التي تكون في الـ Past أو Simple Past Simple Present والأسئلة التي تكون في ماذا في الفيوتر Simple Future حسنًا So السؤال التي يكون والأسئلة التي تكون في الحاضر الأسئلة فأقول How old are you How old are you ودائما في السؤال دائما في السؤال التي يكون هناك الـ Double H questions التي يكون هناك الـ Double H word This is a Double H word Double هاي Double H word دائما يكون هناك الـ Inversion of the subject verb حسنًا هذا هو الـ وحسنًا وهذا هو الـ Subject عوضا أن أقول How old you are أقول How old are you فأنا أقلب الـ Verb مع السبج حسنًا present How old are you وملحظة أخرى وهي أنني الملحظة وهي أهم ملحظة في الدرس وهي أنني أستعمل الـ Verb to be أستعمل الـ Verb to be عندما أسأل عن الـ لأستعمل لأستعمل أي فعل آخر Have أو 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 لا أستعمل الـ Verb Have هذا خطأ بعضهم يقول I have 24 years For example I have يترجمها الترجمة الحربية للعربية مثلا يقول عندي أربعة عندي أو أنا أو سني عندي أربعة وعشرونة سنة مثلا فيترجم هذا عندي إلى I have وهذا خطأ لا أستعمل فعل Have نحائيا بل أستعمل Verb to be والذي أصرفه في الـ Present أو أصرفه في الـ Past أو أصرفه في Future How old are you? كم عمرك? سيكون الجواب I'm إما باختصار A I'm أو I am 24 years old I am 24 years old ملاحظة أخرى هنا وهي أنني قد أقول مثلا أو أكتفي بقوم I am 24 I am 24 I am 24 لكن لا يجوز أن أقول مثلا I am 24 years I am 24 years خطأ إذا أتيت بـ Years لا بد أن تأتي بـ Old فهذه تركيبة واحدة إما أن تأتي بها مجموعة أو تتركها مجموعة كم عمره جو أو حضر how old is جو جو is رحطم هنا أجيب سأل بي الverb to be رحطم هنا هذا فعل to be سأجيبه أضب بالverb أو auxiliary صراحة رحيانا يأتي verb رحيانا يكون auxiliary so auxiliary ب ok to be جو is 24 years old كما قلت قد أقول جو is 24 جو is 24 أو أقول جو is 24 years old آتي بهذه العبارة مجموعة أو أتخلى عنها كاملة ok أسئلة أخرى هنا الآن في a simple past أقول how old were you when تعرفون أن the verb to be in the past يصرف كالتالي I was he was this is be be in the past be in the past to be in the past I was he was she was it was عندما أصل إلى الجمع we were عندما أصل إلى الجمع فأقول we we were you what were I was you was you were أقول أولا you قد تكون أتكلم عن أنت المفرد وأخذ أتكلم عن أنتم you إذن هذه أنتم you were أنتم كنتم you was أو أتكلم عن المفرد you was أنت so دائما was تأتي مع المفرد و were تأتي مع ماذا هذا فعل الكينونة ببساطة هذا فعل الكينونة في الماضي أنا كنت هو كان وكان كانت كانت كنا كنتم كنت ببساطة حسنا هنا صرفنا في البساطة صرفنا البرب to be عواض أنا أقول how old are وهذه في present قلت how old were عواض أنا أقول how old is قلت how old was لأن هذه في المطارع الحاطق وهذه في الماضي حسنا أتكلم عن البرب عندما نصل في part of speech في السلسلة الأخرى عن الجرامر التي تعنت تأتي بالجرامر part of speech سنصل إلى البرب وسنفصل في هذه الأشياء إن شاء الله وتعالى how old was Joe إذن الفكرة هنا هو إنني مثلا لم أريد أن أسأل أحدهم عن عمر لكن في الماضي عن عمره في الماضي مثلا how old how how old were you كم عمرك كم كان عمرك كم كان عمرك when you for example when لا إما تأتي when هنا الغالي how old were you كم كان عمرك عندما when عندما بدأت الجامعة for example when you started when you started college when you started college for example how old how old was Joe when he started college for example الجامعة سيكون I was when أداعي مالحضر when الماضي I was 18 when I started college Joe was 18 when he started college wait I was 18 when I started college when I start my business how old for example how old were you when you started your business عندما بدأت عملك الشخصي business عملك I was 18 when I started my business ok هنا سنتكلم عن المستقبل المستقبل يشير إلى بwill I will I will choose I will will plus plus verb plus infinitive verb plus the verb in the infinitive form ok verb in the infinitive form so في تصرفه الاصلي ok I will choose I will buy I will kill I will sleep I will so دائما الاتف البر في base form في base form so how old will you be when you how old will be ok will be how old will you be when how old how old will you be when for example when you become a doctor when you become a doctor how old will you be when you how old will you be when you become a doctor I will be 18 I will 18 not 18 become a doctor in 18 maybe if he is a genius I will be at for example 20 I don't know 25 25 26 I will be 25 when I become a doctor when I become a doctor okay so for example I say hello everyone how are you doing my name is or my name is Yosif Jamil I am or I am 27 years old I am 27 I am 27 years old or I can say also I am over I am over I am over I am over I over 27 I am over I am over 27 years old I am over I am almost I am almost 28 for example I am almost I I am almost 27 years old I am nearly nearly 16 for example I am nearly 16 I nearly 16 this is adverbs all of these words are adverbs all these words are adverbs takribiya to karebuni rubba ma anabicad au 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 tajawastu sinni au bilkadi sa asilu ila assin almuali au ana qarib minassin almuali wogairiha so I can say hello everybody my name is yusuf jamil I am almost 27 years old and so on and so on another way to introduce you aish farika ukhara le taktimi sinni ka here I am in my I am in my early or mid or late ana fi fi vidayati early fi wosati mid fi auakhiri ok ana fi auائili ou fi bidaiyati ana fi wosati ay ana fi akhiri mada هذه كلها قد tati ma mada ma twinties ال 20 او الثلاثين او ال 40 او 500 او 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 اذا قد اقول I am in my early twenties و I am in my late twenties ana fi awakhiri al 20 hello everybody how are you doing my name is yosef jamim and I am in my late i am in my late twenties ana fi awakhiri al 20 i am in my late twenties or thirties or thirties اذا قد اقول I am in my early say with me I am in my early twenties ana fi awa il 20 i am in my mid twenties i am in my late twenties okay so او i am in قد احذف وها del my i am in the late twenties i am in the mid twenties i am in the قد i am around ana hawale around mana hawale i am around fifteen hawale fifteen i am around fifteen hello everybody my name is you samuel and how are you doing i am around twenty seven and i am here today to talk about cha 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 so give attention to one thing get attention to one thing it is to use at not with okay to use at not with with the years when i'm talking about something in the past or something in the future when you talk about something in the future or something in the future i started driving but that you started driving but that you drive car driving or something driving but that to al-qiyada with siyaqa at a full at when I call with at sixteen years old I will be a millionaire at forty years old سأصبح millioneer at وليس مع okay I will be a millionaire at fourteen years old at forty sorry this is forty and not fourteen fourteen is 14 forty it is 40 okay I will be a millionaire at forty years old a millionaire at and not with so this is about the age we will move to location address location address address where you live ألقاكم في الفيديو المقبل السلام عليكم وحمة الله